قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمام البرلمان حول تنظيم بككا الإرهابي بأن تاريخ صلاحيته باتت منتهية ونتشاور مع السلطات العراقية على تعزيز مقاربتها المناهضة للتنظيمة أشار إلى أن البككا يحاول تخويف الأكراد والمجموعات العرقية الأخرى التي لا تتبنى إدلوجيته الاستبدادية في سوريا والعراق وأضاف أن الأسر الكردية والأشورية والعربية شمال سوريا والعراق بحسب فيدان تحاول إرسال أطفالها إلى تركيا والدول الغربية لتخليصها من التجنيد الإرهابي للتنظيمة